فمشوف ايضا هو لا بيحب ان الامور بينكم ايضا مش واضحة مش فقط انت ما بتحب ان الامور بينكم مش واضحة لانو بيشوف هالشخص انو انت شوي متلاعب هون والشخص بيشوفك يعطل الباطل بيشوفك بتخبي عليه او ما بتيحكي لانو الصدق في اشيه هو بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة وهالاشي ممكن يكون نخوفه من انه هو ضده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس عمشوف برج القوس برغم انو مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص الى انو انو انت كمان ما بتحب حدا يربطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين وانا عمشوف انه هو الهدف النهائي لهالشخص او نقول تبعه انه هو بده يكون اسره وغالبيا بده منك التزام بمعنى انو البعض منكم برج القوس هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي اللي هو ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون سواج فممكن يكون العلاقة شوية منخبطة بينكم لانه هو بده يرتبط اسرع منك او في وقت اسرع منك طينا نشوف شو ممكن تكون سواب المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلم عندك هون انترابمنت يعني فيه انت وهو المطاقتكم مشتركة هم تحسوا ان انتو محطوطين فيه صندوق او مطرح معين انت وهو مجدكم ياه فيه شخص كتير عفاويل انكم وبيحب يخلي الامور تيجي بسهولة او يعني متل ما الله بيريد وفيه شخص بيحب الامور تكون كتير مدروسة او بيحب يمشي على نمط معين فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من الشخص الاخر بس انت رح تشوف انه مي هو الشخص اللي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا يعني شوف انه مش مستعد الى التزام جدي وفيه طرف بده التزام جدي بده نمط معين ومشي عليه ايضا بده يحس انه فيه نهاية العلاقة رح توصل لالها لانه تن اوف وانز يعني فيه تكملة لاشي معين وهو بده يشوف انه العلاقة تكون انها نهاية ايضا فيه طرف منكم مع انه حاول يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض اتقبل منه عارض او رافض التواصل معه هنشوف البداية بينكم اللي كنتو بتريدوها ما نجحت هي سرق كنتو رح تبدو ببداية البعد منكم كنتو رح تبدو فيه بداية جديدة او حصل فيه بينكم فتح او خاصنتو فيها مثلا كنتو بتكم تبدو بداية جديدة ولكن فشلك لانه عمشوف انه فيه طرف تركي العلاقة او مشا فيه طريق لوحده من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة ولانه اجت بتعقدكم هاي فصار فيه عندكم خلل بانه تبدو العلاقة مياه اخرى لانه فيه طرف رافض فكرة الحب لانه عني شوف انه الطريق ما فيه اله نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط منه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي لانه عمشوف فيه طرف بده ارتباط وفيه طرف بده شوي ياخد الامور ببساطة او بده يتمهل اكتر باخد الامور طيب انه نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر فيه عندك ناتينجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين بحياتك انت عم تشوف انه قبطة لي في لدك فيه ايضا عندك فيه ايضا عندك لانه عندك 3 of swords 3 of swords تنزئي لانه انه انت 질ج impulse pussy منها لو ان انت جرحان ان الرح تجبد منsch remained a الصالح الشخص ag مم تزع علك ولكن عم شوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او بعض المنازعات والدجدالات اللي صارت بينك وبين الشخص تتركها بالماضي عم شوفت ايضا لعم تحاول توفق بين شيئين بحياتك عم تحاول توفق بين ممكن شخصين ممكن عم تحاول توفق بين العاطفة والعمل لانه ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباك ممكن انت والدك ارتباط لانك ممكن مركز على الوضع المادي كتير او عم تفكر حاليا بكيف تتكون نفسك والنحية المادية اولا بالذات اذا مثلا برج القوس رجل عم يتابه ممكن يكون غير مستعد الى الارتباط وبعاكسة للشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن انتتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل معه ابراج مائية ابراج ترابية ابراج هواية بس بالاغلب في عندي اوراق مائية فممكن ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او في كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته ايضا خلينا نشوف خطوات الشريك المستقبل او خطواته المستقبلية هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب او عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة هنشوفه مقبل او بده بداية عاطفية جديدة معك عنده ace of cups فهالشخص عم queen of cups ايضا هالشخص عم يطمح الى بداية جديدة معك ايضا عم نشوف هالشخص بيرباب القليل بمعنى انه هو مش من النوع اللي متطلباته اللي ممكن تكون كتيره او انه البعض منكم ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو تطلباته كتيره او عم يطلب منك اشي كتيره ولكن هو عم نشوف انه انه اشي اللي كتير مركز عليه هو فقط اه شخص او رفيق الدرب يكون له لانه اغلب تفكيره تفكير عاطفي فما عم نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن يكون ايضا شخص روحاني اللي هم تتعامل معه عم نشوفه اكتر اشي يركز عليه ومهتم فيه اللي هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع هالشخص ومشاعرك تجاه هالشخص وحقيقة مشاعرك هالشخص ايضا عم نشوفه بالمستقبل ضده بداية عفوية معك جديدة انا عم نشوف انه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي او انت حسيت انه كان كتير جدي انه اذا ما مشيته الامور مثل هو بريد بيفلكش الوضع او بيترك العلاقة عم نشوف انه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر الى الامور بطريقة شوي ايجابية شوي فلكسبل اكتر او مرينة اكتر من ناحية مدرتولة وعلاقة بينكم ومشوفه ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لانه في عنده ثري اوفونس هالشخص عم يستنى رسالة منك عم يستنى خبر منك او عم يستنى بداية جديدة معك ام شوف هو ام ام عم تقدamentos او رح يركز على وضعه العائلة او وضعه المادي ولكن في عقله الباطلي لسا عم يستنى خبر او عم يستنى ممكن انت أنه هو مش هم تتواصلوا نهائيا من البعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائين الشخص بده يعرف فقط انت شو هي اخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بده مثل يتطمن على وضعك كيف هو الميح او لا اشي هكذا هيك طيب بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل شو ممكن نسوي هاو تيتش بال ايو فالواضع بينكم بيتطلب المرينة وايضا بيتطلب انه تتقبلوا بعض مثل ما انتم ونشوف انه بدكم تكونوا اكتر بالمستقبل مرين مع بعض هذا المسبة لكرة النصيحة اما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير ايجابي في وداية جديدة من النحية العاطفية رح تصير بينكم بيصير في بينكم كونكشن كتير عاني ايضا اغلب الكروت المائية اللي ايجيت لك هون من الرقم الكبير او كينغ اوف كابس يعني فكينغ اوف كابس افضل من افضل كروت الحب لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقا ارتباط اس يكون ويكون على المدى البعيد ايضا فيه رح يكون كتير من التعاطف لما ان الاوراق كتير مائية ايجات فرح يكون فيه اه كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى اذا صار فيه اولاد او اذا صار فيه بينكم جدالات او مشاكل انا شوف انه فيه مجال لمناقشة الامور بينكم يحل الامور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بناخده العطا انا انه عندك سيكس اوف تنتقلز هون فانت وهو رح توصلوا لمرحلة انه تفهم او تفهموا الكمال انه يعني بدك تعطي على قد ما بتاخد او اشي مثل هيك بالذات من الناحية العاطفية ايضا امشوف انه اذا صار فيه بينكم جدال بالمستقبل او مشكلة بالمستقبل او او العدم تفهم بالمستقبل الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع او رح تحلوا فيها النقاش رح تكون اه طريقة ميتشور او طريقة ناضجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص او رح تحكم على التواصل مباشرة لا رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ماتج يفيد او تستفيدوا فيه بكمان بس من الناحية العاطفية عندكم اربع كروت مائية اجت لك الكروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية اكتير ايجابي ايضا امشوف من الناحية المادية او من الناحية توفيق بين العمل والعاطفة امشوف ان تت رح تتو اهتمام اكتر من العلاقة بينكم او انه اعمいて تفكروا فيها حتى او تفكر بها او تفكر بها او تفكر منه او تفكر بها او تفكروا لك إلى إنشاء أسرع وإنشاء ارتباط جدي بينكم حبايا ببرج القوس أتمنى قراءة تكون فائدتكم وحبيتوا هزا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك في كومنت شير وسبسكايب تفعل جرس الإنبال حتى يوصلك كل جديد إن شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً